دلوقتي بقى خلينا نروح نتابع أخبار النادي الأهلي وفرق وقيل مختلفة وأنشطته كمان ومرسلتنا العزيزة مريم سميح في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر مريم صباح الخير عليك وصباح الفل وعايزين نعرف منك بقى أخبار النادي الأهلي وكمان عرفينا كده التوافد من قبل يعني الأعضاء أخباره ايه والجو وكمان عامل ايه دلوقتي تفضل يا مريم بصبح عليك يا نهواند بصبح عليك يا كريم بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة لأخبار النادي ولكن جولتنا النهار ده من داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر طبعا هنقلكم كل الأجواء ودرجة الحراء وكمان أخبار النادي الأهلي سواء بالفرق الرياضية المختلفة سواء الفريق الأول لقرة القدم أو الفرق الرياضية الأخرى خلينا في الأول نبدأ كده بداية هنقلكم الأجواء داخل الفرع هنا في مدينة نصر الحقيقة أن تواجد الأعضاء يعني ليس بالكثافة اللي مطلوبة أو اللي كانت موجودة خلال الأيام الماضية ده طبعا بسبب الانخفاض الكبير والملحوظ لدرجات الحرارة وطبعا بسبب تواجد كمان شبورة مائية وده هو اللي خلى تواجد الأعضاء مش بالكترة أو بالكثافة المتعرف عليها داخل الفرع هنا في مدينة نصر كمان الترق المؤدية للنادي الحقيقة أن هي برضو بتشهد يمكن كثافات مرورية كبيرة ده بسبب أيضا وجود شبورة مائية على أغلب الترق المؤدية للنادي الأهلي هنا ودرجات الحرارة يعني حاليا في فرع الأهلي بمدينة نصر أو درجة الحرارة عمتا بتبلغ يعني ما بين 16 ل 17 درجة ويعني أعلى درجة هترتفع لها هتكون 19 درجة مقوية ده هيكون طبعا خلال يعني ساعات العصر المقبلة خلينا بقى ننتقل دلوقتي لأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة ميستر بيتسو موسماني الحقيقة أن 24 ساعة فقط بتفصيلنا عن بدء أول مران بعد توقف المران أو التمرنات الخاصة بفريق النادي الأهلي خلال الفترة الماضية وكمان صفر ميستر بيتسو موسماني المدير الفني الفريق لمدة يعني تجاوزت عشر أيام الحقيقة أنه هو هيعود خلال الأيام المقبلة أو تحديدا يوم 8 يناير الجاري ده طبعا بعد تواجده خارج البلاد أو تحديدا في تنزانيا في أجازة يعني بعد توقف الدوري المصري الحقيقة أن بكرة التمرين يعني ميستر بيتسو موسماني يكلف المدرب العام كابتن سامي أمسون أنه هو يتولى خلال الأربع الأيام المقبلة حتى يوم 8 يناير الجاري تدريب الفريق ده طبعا بالنسبة للعبين اللي لم يجهدوا أو يشاركوا بكثافة في المباراة الماضية ولكن بدءا من يوم 8 يناير الجاري هتعود يعني تدريبات مكثفة للفريق فريق كرة القدم أو الفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة ميستر بيتسو موسماني والحقيقة أنه هيكون مشارك فيه كل اللعبين سواء يجهدوا أو لم يجهدوا بكثافة خلال الفترة الماضية ده طبعا استعدادا للمشاركة في الإمارات أو بطولة كأس العالم للأندياء اللي هتقام في الإمارات في الفترة ما بين 3 وحتى 12 فبراير المقبل طبعا يعني ننتقل دلوقتي لأخبارنا أو أخبار الفرق الرياضية الأخرى والبداية مع سيدات سلة الأهلي اللي طبعا فازوا على مصر للتأميم بنتيجة 88-72 وده في المباراة اللي أقيمت أو جمعت الفريقين مساء أمس الأحد فيه تمام الساعة السادسة مساء على صالة مركز شباب الجزيرة ده طبعا تحت قيادة كابتن علي هاشم المدير الفني الفريق الحقيقة أنه هو أشاد بالفريق لأنه أقدم عرض قوي جدا وبراءة قوية جدا تحديدا على المستويين سواء الدفاعي أو الهجومي وبعد غد الأربعاء الحقيقة أن سيدات سلة الأهلي هيكونوا على موعد مع الجزيرة ضمن منافسات بطولة الدوري أيضا ده طبعا بعدما تغلبوا لأنهم الحقيقة مقدمين عروض قوية جدا ومتتالية بعدما تغلبوا على نادي هليوبلس في المباراة الماضية أو المباراة اللي سبقت مباراة مصر لتأمين بنتيجة سبعة وتسعين تمانية وستين وأخيرا برضو يعني طائرة رجال الأهلي النهاردة النهاردة عندهم مباراة أمام نادي هليوبلس وهي مباراة العودة أمام نادي هليوبلس الحقيقة طبعا زي ما احنا عارفين ضمنه منافسات الدوري أن المجموعة اللي فيها الأهلي أو كل الفرق الموجودة في منافسات الدوري بتخوض عشر مباراة ذهاب وعودة بدأوا طبعا يوم ستة ديسمبر الماضي وهينتهوا يوم سبعة يناير الجاري النهاردة في مباراة لطبعا يعني رجال طائرة الأهلي أمام هليوبلس هتقام هذه المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر نادي الأهلي بيئة الجزيرة في تمام الساعة الرابعة عصرا وكمان يعني عايزين نفكر كل مشاهدي القناة الأهلي أن الحقيقة طائرة الأهلي أو الرجال طائرة الأهلي قدموا موراة قوية أيضا وهي كانت مباراة العودة أمام نادي الزهور يمكن خلال الأسبوع الماضي وقدروا أن هم يتغلبوا على نادي الزهور بتلات أشواط نظيفة مقابل لاشي دي كانت كل الأجواء وكل الأخبار الرياضية المتعلقة بيئة النادي الأهلي من داخل فرع النادي الأهلي بيئة مدية ناصر بشكركم جدا لعودة للستوديو مرة أخرى إحنا كنا بنشكرك جدا يا مريم على هذه التغطية شكرا لك جدا